أعرب وزير الخارجية والهجرة باذر عبدالعاطي عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة والتسعر رقعة الصراع في الأقليم مما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الأقليميين والدوليين وخلال تصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أكد عبدالعاطي ضرورة العمل على خفض توطرات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها كما أكد وزير الخارجية استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية وشدد أيضا على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية ونفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة